الشعب الروسي يؤكد مرارا بأنه يقف بجانب القضايا العادلة للشعوب وها هي جمعياته الأهلية بمختلف أطيافها الاجتماعية والدينية تسارع لمساعدة الشعب السوري ضد المؤامرة الدولية المحاكة ضده سيما وأن العقوبات الاقتصادية الجائرة بحقه قد أوقف التدفق المعدات الطبية الضرورية لإسعاف وتخديم المرضى السوريين فقد قدمت إلى سوريا ممثلية الجمعية الأمبراطورية الأرثوزكسية الروسية وبحوزتها معدات طبية مختلفة جبنا معنا الدفع الخامسة للغاية الإنسانية للمساعدة نحن ننزم مغرجنات مغرجنات التدامن ماما سفارة سوريا مثلا مغرجنات التدامن ماما سفارة سوريا مثلا ممثلي الجمعية وخلال اجتماعهم مع وزير الاعلام عمران الزعبي اكدوا على وقوف الشعب الروسي مع الشعب السوري في مواجهة ما تمر به سوريا من هجمة دولية غربية واقليمية وعربية الوزير بدوره رحب بالوفد مبينا لهم مدى العرفان الذي تكونه سوريا شعبا وقيادة للمواقف الروسية الشعبية والحكومية اتمنى ان يستخدم الرئيس بوتين جميع صلاحياته كرئيس دولة وجميع قنوات الاتصال العالمية مع اصدقاء روسيا والمؤثرين في الرأي العام العالمي بما سيؤثر على الرأي العام العالمي لحماية سوريا وشعبها والتعايش السلمي فيها في سوريا يعيش المسيحيون والمسلمون منذ قرون مضت بسلام وتآخن وهناك الآن من يحاول ان يوجد شرخا ما بين الاقليات في سوريا عموما ليعمد الى تفتيت هذا التعايش الاهلي والشعب الروسي سيقف ضد هذه المخططات هو الشعب الروسي يؤكد ان ما تمر به سوريا من ازمة سياسية لن تثنيه عن مواصلة العمل لبناء سوريا والمضي في علاقات متينة مع روسيا شعابا وقيادة اشتركوا في القناة